بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى بمناسبة نجاح إطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي يحمل اسم ضوء واحد وأعرب جلالة الملك المفدى في البرقية عن تهنئته الخالصة وشكره الجزيل لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على جهود سموه الكبيرة في سبيل تحقيق هذا الإنجاز العلمي التاريخي المشرف للمملكة وأكد جلالته أن هذا المشروع الحيوي الذي ساهمت فيه نقبة من الكوادر البحرينية الوطنية المؤهلة سيشكل انطلاقة مهمة في تعزيز قدرات المملكة في المجالات التقنية والعلمية والبحثية ومكانتها وريادتها العالمية في قطاع علوم الفضاء وفيما يلي نص البرقية ابننا العزيز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا بمناسبة نجاح إطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي يحمل اسم ضوء واحد أن نعبر لسموكم عن تهنئتنا الخالصة وشكرنا الجزيل على جهود سموكم الكبيرة في سبيل تحقيق هذا الإنجاز العلمي التاريخي المشرف لمملكتنا العزيزة وأكدين أن هذا المشروع الحيوي الذي ساهمت فيه نخبة من الكوادر البحرينية الوطنية المؤهلة سيشكل انطلاقة مهمة في تعزيز قدرات المملكة في المجالات التقنية والعلمية والبحثية ومكانتها وريادتها العالمية في قطاع علوم الفضاء يسرنا في هذه المناسبة أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا للشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها أخونا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأخونا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخونا صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمهم المستمر لمملكة البحرين والذي يجسد عمق العلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة والمتميزة والتعاون الوطيد القائم بين بلدين الشقيقين في مختلف الميادين ومنها قطاع علوم الفضاء والبحث العلمي واكدين بأن هذا البرنامج هو للتحفيز العلمي وبداية بمشيئة الله لمشروع أكبر لينقل طموحنا للعلوم المستجدة وعلوم العصر ونود كذلك أن نشيد بجهود الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وفريق البحرين للفضاء المكون من نخبة من الكوادر الشبابية العاملة في الهيئة على ما بذلوه من جهود طيبة في المساهمة في تنفيذ هذا المشروع الهام كما نهنأ الشباب البحريني على هذا الإنجاز العلمي والذي سيكون دافعا وحافزا لهم لنهل المزيد من العلم والمعرفة لخدمة وطنهم في كل المجالات حيث أن طلب العلم لا يتوقف أو كما يذكر طلب العلم من المهدي إلى اللحد متمنين لسموكم دوام التوفيق والسداد في جهودكم المخلصة في خدمة وطننا العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقاته اشتركوا في القناة